السلسية اللي انا اكلمكم عنها النهاردة بتكون مسلس اضلاعه هم اليقين والخروج من الحول والقوة والاخذ بالاسباب اول ضلع معانا في المسلس ده هو اليقين ولازم نعرف ان اليقين مش حاجة بتحصل لنا فجأة اليقين ده تربية اليقين ده عيشة لكن المشكلة ان احنا عايزين اليقين يبقى يقين مشتعل زي مثلا وقت ما بنفقد حد او بنشوف اخبار الحرب او بيحصل لنا اي نوع من انواع فقد الاحباب او اي شيء من موجع فاليقين عندنا مش بيكون قيمة وعلاقة بربنا لكن بيكون شعور بنقول لنفسنا لما بنحاول اعد الموقف انا يبقى عندي يقين دلوقتي فاعد الموقف لكن مش قيمة سبتة عندي ليه؟ لان انا بخرج اليقين وقت الحاجة مش حد ده وقت التنمية لا وقت التنمية كمان احنا محتاجين يقين وعشان كده بيبقى اليقين بستخدمه بس لتجاوز مواقف عشان بس اتعامل مع هذا الشعور يبقى اليقين ده وقت يقين ايه؟ يقين للمصلحة لكن اليقين نساحة وسعة كبيرة تخلي الانسان يرى ما لا يراه الناظرون فاليقين تربية وعيشة وحياة وسعة مش فكرة ولا شعور اذا لم تحسن اذا لم تحسن ظنك في الله سبحانه اذا لم تحسن ظنك فيه لاجل حسن وصفه فحسن ظنك فيه لاجل حسن معاملته معك فعلى هودك الا حسن وعلى ازدى اليك الا مننا يبقى اليقين بييجي على طول وانا عندي حالة من حالات السبات والرسوخ باني ايه لحاصل الذي كان معي في كل وقت سيكون معي في كل وقت الذي كان معي في الماضي سيكون معي في كل حياتي الذي دبر لي ما كان سيدبر لي ما سيكون يبقى قياس الغائب على الشاهد فاللي جاي زي اللي انا شفته زي اللي انا شفته من ربنا سبحانه وتعالى الذي فيه ستر وحفظ تجي النفس تقولك ايه ما انت شفته وجع بقى ما جايز اللي يجي يبقى زي اللي انت شفته من الوجع ابدا ده مش اليقين اليقين ان واحد عارف انه مع سيدي اليس الله بكاف عبده فتبتدي تقلل المخاوف عندك ويتلاشى القلق يبقى ايه اللي حاصل ولذلك قال او لم تؤمن قال بلى ولكن لي اطمئن قلبي يبقى ايه اللي حاصل انا مؤمن متيقن بس ايه اللي يحصل انا عايز يزداد حلوة الامان في قلبي فاشوف ده ويتبقى شايف قدامك فيبقى انت مش خايف ولذلك زي ما قالت السحرة فاقضي ما انتقاض انما تقضي هذه الحياة الدنيا يبقى ايه اللي حاصل فاليقين اللي كان عند السحرة بعض الامان انهما لما اكتشفت لما اكتشفوا الحياة وتكشفت لهم الرؤية شافوا اللي هو ما بعد الاحداث انهما يروحوا الربين فيجعيشوا في حياة الساعة والكرم فكل اللي يعملوا اي حد يتعدى عليهم شيء لا يسوي شيء ويبقى ده واتحاجة ما تخوفهمش ولا تحسسهم بانهما بيخافوا وذلك الذين قال لهم الناس ان الناس قد جمعوا لكم فخشاوهم ايه اللي حصل؟ فزادهم ايمانا يقين طب ويهي تاني؟ مش بس زادهم ايمانا ويجدوا كمان فرصة انهم يعيشوا مع سيدهم ويسبحوه ويمجدوه وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل فساعتها المعادلة ما بيبقاش فيها غياب لرؤية ربنا فالمسألة فيها ثبات ومن اهم امارات الراقين الرسوخ الدنيا تتشال وتتهد والشخص راسخ فاليقين بيخلينا نقدر نفكر بالتساع فنشوف الدنيا واسعة مش انت عايز تعيش بخيالك فيها عشان تصبر نفسك لكن الوسع ده حقيقة وتشوف ابواب كتيرة مفتوحة وتشوف تجلي الله سبحانه وتعالى الوسع على كل حياتك وكل شيء وإن اللي حاصل وتحس ان القدر كله مليان فضل ونعمة من الله سبحانه وتعالى واحد المنتجات الحياتية الحقيقية اللي يقين هو راحة البال اللي عنده يقين مرتاح البال وبيتطمن وعشان كده مش عارف هو الناس تجي تقول له انت واثق واثق كده ليه لأنه ملكه سبحانه وتعالى واثق في كل شيء لأنه ملك الله سبحانه وتعالى واثق في سيطرة واثق في سيطرة على الامور واثق في الله سبحانه وتعالى وانه ملكه سيطرة على الامور وانه كل شيء بييده فعشان كده هو راسخ وعشان كده لازم نعرف ان اليقين اول درجة من درجات المسلس اللي احنا بيه وهنا هنلاقي ان عندنا خلط ما بين اليقين والرضا اليقين ده ان الواحد يكون راسخ والرضا ان الواحد يكون ساكن في تقلبات الحياة والقبول يعني انك تبقى شايف ان المسألة لا حول ولا قوة إلا بالله فالحاجات اللي بتحصل دي ما عنديش شخص سخط ولا رفض ديها وده تاني ضلع بقى انك تعيش بلا حول ولا قوة إلا بالله مش بحولك ولا قوتك يعني مش بشطرتك انت وحسن تفكيرك لا تب تدبير الله سبحانه وتعالى واظن ان احنا يا ما شفنا نفسنا بنخطط لحاجات كتيرة وبنقول عناعمل حسابنا على أسوأ احتمالات عشان نأمن نفسنا ونسد جميع بواب المفاجآت والمصائب وتلاقي قدر ربنا وتدبيره مختلف تماما عن اللي احنا فكرنا فيه وكل خططنا ومخططاتنا يبقى ما لايش لازمة خالص وتلاقي ربنا سبحانه وتعالى دبرها وزي ما بنقول ربنا سبحانه وتعالى فرجه بييجي بقهوة سبب أحسن من كل اللي احنا خططناه يجي تدبير ربنا طيب الواحد بلاش يخطط ويستعد اللي جاي أبدا طبعا لازم نخطط وده يوصلنا للدرع التالت اللي هو درع ايه الاخذ بالأسباب اننا لازم ناخد بالأسباب في كل شيء في كل حياتك وإلا تبقى بتختبر ربنا سبحانه وتعالى هلا ينجيك من مصايبك ويعمل لك كل اللي شيء انت عايزه ولا لا والاخذ بالأسباب ده من حسن التوكل على الله سبحانه وتعالى ومن غيره تبقى متواكل وما تبقاش عبد لله سبحانه وتعالى وعشان ربنا قال لنا وقل يعملوا فسير الله عملكم ورسوله والمؤمنون يعني نعمل مش نقعد نستنى الرزق يجينا لحد عندنا صحيح ربنا سبحانه وتعالى دمر لنا الرزاق وأمرنا بالسعى